اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية ما تحظى به مملكة البحرين من علاقات وتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية العالمية العريقة المدنية والعسكرية وذلك انطلاقا مما توليه المملكة من اهتمام بنواحي التطوير والتدريب في مختلف المجالات واشهد سموه خلال لقائه اليوم بقصر الرفاع وفدا من جامعة الدفاع الوطني الامريكية برئاسة الفريق متقاعد جريغوري مارتن ضم عددا من الطلب المشاركين في دورة كابستون بالدور الذي تقوم به جامعة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة الامريكية في اعداد وتدريب القادة الذين يقومون برسم الخطط والاستراتيجيات المتصلة بالامن والسلام مرحبا سموه بزيارة الوفد الى مملكة البحرين وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية البحرينية الامريكية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح